السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جميعا عاملين ايه يارب تكونوا جميعا في احسن حال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة جايبا لكم بيت 3 ادوار للبيع فعلا يا جماعة البيت ده فرصة للناس اللي عايزة في الموقع ده تبقى معايا النهاردة مواصفات البيت ده وهنشوفوا مواصفاته وبياناته وكل التفاصيل معانا النهاردة البيت كمان بحديقة وبجنينا حواليه فيه كمان اتنين محلات مساحة البيت ده هو عبارة عن 3 ادوار مسجل شهر عقاري فيه اتنين محلات زي ما انتوا شايفين وحوالين البيت كله عبارة عن زرع مسجل شهر عقاري موجود فيه كافة المرافق فيه عداد الكهرباء عداد الغاز طبعا الموقع بتاعه موجود فيه بهواش مركز منوف اللي هو فيه المنوفية للناس اللي عايزة بيت من بابه يعني البيت كامل اهو زي ما احنا هنشوفه وفيه حواليه زرع يعني عبارة عن حواليه جنينا كده داير ما يدور كده المكان كله مزرعات طبعا دي مكان زراعي وفي الميت يعني يعتبر بيت بجنينا تعالوا بقى نشوف الشواء اللي موجودة زي ما بقول لكم هو تلت ادوار وده كده الدور الاول عبارة الشقة اللي احنا هندخلها اهيه طبعا كل شقة متشطبة وتشطبطها كويسة ومعقولة جدا دي كده اول دور والشقة اللي موجودة فيه اهيه زي ما احنا شايفين عبارة عن تلت غرف كبار مساحتهم كبيرة وطبعا فيه المطبخ اهو زي ما احنا شايفين السعر بالنسبة للبيت النهاردة يا جماعة سعر بجد محروق سعر لقطة اه فعلا فرصة للناس اللي عايزة بيت بالمواصفات دي في المكان اه بهواش مركز موف ده شكل الحمام ده بالنسبة لكل شقة هنشوفها اه ده كده شكل الحمام مساحته برضو كبيرة معقول الحوائط كلها والسراميك لونه الالوان كلها فتحة هنا في الشقة ودي الغرفة كده من الغرف اللي موجودة طبعا تهويات من كل الاتجاهات يعني كل غرفة ما شاء الله متوصيين بيها بالشبابيك اللي بتبص كمان على الجناين وعلى المزروحات طبعا ده الدور الاولاني ودي الشقة الاولى اللي موجودة فيه يعتبر امارة تلت ادوار ده كده الشقة الاولى طبعا احنا ما شفناش بالتفصيل شكل الغرف هي عبارة الدور الاولاني عبارة عن تلت غرف ومطبخ وحمام يعني شقة كده مستقلة يعني الاوعيلة هتحتاج كل مكان لشقة تعالوا بقى مع بعض كده نشوف الدور اللي فوق ده زي ما انتو شايفين السلالم كلها عبارة عن رخام بصراحة اشتبطها كسكني تحفة يعني فعلا مش عايزة اي كلام ده كده الشقة التانية او الدور التاني بصوا بقى هنا ده كده زي احنا قبل ما دخلنا باب الشقة ده كده الريسيبشن طبعا فيه شباب وفيه غرفة اهي طبعا معذرة لان التصوير يا جماعة جاي بالطول بتمنى دايما ان اللي بيبعث تصوير يبعثه لي بالعرض تعالوا بقى نشوف الجمال والامر اللي فيه البلكونة بصوا بقى ما شاء الله ده برك الله شكل المزرعات بقى والزرع حوالين البيت يعني فعلا مفيش احلى من الكلام ده ومن احلى من الموقع ده يعني البلكونة بصوا داير ما يدور اهي يعني البلكونة بتلف ناحية الشقة كلها بصوا هنا طبعا فيه باب للبلكونة والغرفة اصلا الشقة اه ليها بلكونة بطول الشقة كلها داير ما يدور دا كده شكل البلكونة بصراح حلوة والفيو تحفة للناس اللي بتحب الزرع بقى والمزرعات والكلام ده كل طبعا زي ما انتو شايفين ده شكل اللي يعني اللي عايز يجدد اللي عايز يعمل شوية تجددات وتزبطات كل دي بتبقى حاجات بسيطة بس خلوا بالكم ان هي فيها اتنين محلات وكمان البيت دا مسجل يا جماعة ومرخص شهر اقار يعني قليل قوي لما بتقابلنا الحاجة اللي بتكون مسجلة فعلا دي بتبقى حاجة مضونة بصوا بقى البلكونة التانية في الغرفة التانية شايفين شكل الزرع بقى والمزرعات والله يا جماعة البيت دا فرصة شايفين للناس بقى اللي بتحب الزرع اللي بتحب الخضرة تقوم كده الصبح تلاقي حواليها الريح بتاع الجو الهادي الخضرة حواليها للي عايز كمان كاستنجام كده وراحة نفسية في المكان فعلا حلوة طبعا حوالين البيت كله او حوالين الكل شقة داير ما يدور كلها تهويات يعني اللي عايز كدهنات طبعا يدوبك تسكنت معجون البيت دا هيبقى قصر يعني ممكن ما يبقاش بتهايبق اسمه فيلا بصوا شكل المطبخ التاني روعة المطبخ مربع طبعا كل غرفة وكل مطبخ كل حمام موجود فيه الشبابيك شايفين هنا الجمال والامر في المطبخ بقى دا كده شكل من جنب المطبخ او في المطبخ نفسه دا الشباك اللي من بره بصوا دا كده شكل المطبخ طبعا كل حاجة بتبقى بسيطة بالنسبة تجديدات سكينة معجون بسيطة بيرجع المكان حلو او طبعا احنا كده زي ما بقول لكم احنا البيت تلات ادوار دا الشقة كده وده الحمام اللي موجود طبعا الحاجات دي طالما الناس مش سكنة فيها اجيد هيبقى محتاج نظافة يعني حاجة طبيعية ناس مش سكنة فاكيد هيبقى محتاج تنظيفات ومحتاج شوية تزبطات كمان دا كده الغرفة تعالوا قريكم اه شكل الفيو كمان وده كده هنا منور بصوا حمام برضو يعني يعتبر الغرفة يعتبر الشقة دي يا جماعة فيها اتنين حمام بصوا فيها اتنين حمام واحد كبير واحد صغير وده شكل طبعا البلكونة لو فتحناها هتقابلنا على الفيو اللي حوالين الشقة نصوا بقى هنا طبعا الدنيا هدوء الفيو طبعا كله مفتوحة وزي ما انتوا شايفين للناس بقى بتحب الارياف بتحب الاماكن السكنية لو عايزين شايفين هنا طبعا زرع في المكان نفسه يعني حوالين البيت نفسه في زرع البيت دا عبارة عن 175 متر يا جماعة ثلاث ادوار كاملة مسجل شهر عقاري في كافة المرافق في كهربا في مية كهربا طبعا عداد كهربا قديم كل شقة فيها عداد كهربا قديم في عداد المية فيها اتنين محلات لو هتأجرهم لو هتفتح فيهم مشروع آآ حوالينه كل جنينة من كل من كل جهة في جنينة حوالين البيت الشقة اللي تحت هي بس اللي كانت فيها غرفتين اتنين واللي فوق كل دور فيه تلات غرف يعني كل شقة فيها تلات غرف وفيه كمان روف يعني تعالوا كمان اوريكم الروف عبارة عن اتنين غرفة وحمام الوجهة فيها محلين زي ما احنا قلنا السعر اللي مطلوب يا جماعة في البيت الكامل ده الممكن اعتبروا ان احنا لو تجدد وشوية تزبطات بسيطة هيسمى فيلا تلاتة مليون ونص قابل للتفاوت وقت الجدية يا جماعة واللي عايز معاينة في ناس موجودة في المكان هتفرقكم على الطبيعة وتشوفوا الموقع بالزبط عامل ازاي ده شكل امر بجد بصوا شكل اعمل ازاي يا جماعة اه قصد الروف عبارة عن فيه غرفتين اتنين مبنيين والله يا جماعة مش جاي حق التسليح والاسمنت والسقف وكل يعني مش جاي سعر المباني اللي موجودة فيه ده كده الروف يا جماعة موجود فيه اتنين غرفة وحمام واللي عايز يزود طبعا في المباني عادي بنزود لان انتو شايفين هنا المبنى معمول له تأساسيات كاملة وفعلا البيت ده يا جماعة لقطة وفرصة فعلا موجود فهواش مركز منوف في المنوفية البيت فرصة للناس اللي عايزة اه موقع حلو اه مكان كويس جدا كسكني للعيلة لأسرة فبجد المكان حلو جدا ودي كل موصفات البيت النهار اللي محتاج اي تفاصيل او اي بيانات تانية مش واضحة في الفيديو بعتلي في الكومنتات انا برد على كل الاسئلة وده وجهة البيت او المبنى شايفين الوجهة بجد حلوة او يا جماعة فعلا البيت ده فرصة للناس اللي عايزة في المنوف او المنوفية اه موقع المكان حلو او المطلوب السعر تلاتة مليون ونص قابل للتفاوض وقت جدا ان شاء الله بيكون السعر قابل للتفاوض ودي كل مواصفات الفيديو النهاردة للعمارة بتاعتنا او البيت اه اتمنى يكون المواصفات واضحة اللي عنده اي استفسار زي ما قلت لكم اكتبوا لي في الكومنتات انا بسيب الرقم تحت العنوان يا جماعة عندي كلمة المزيد بتضغط بتلاقي ان انا محطة الرقم التليفون بيكون رقم واطس ورقم اتصال كمان اه اتمنى طبعا ان ان شاء الله تلاقوا الحاجة المناسبة لكم تحياتي للناس كلها اللي بتسأل عني بجد ربنا يسعدكم اه فعلا انا بشكركم جدا كلامكم مشجع ليا كلامكم على راسي فعلا تحياتي وتقديري للناس الحلوة كلها والناس اللي بتبعث لي تعليقات وبتسأل عنه اه مع السلامة وفي حفظ الله واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله وفي امان اشتركوا في القناة